أول شيء نحكي عن الكدني فونكشن الكدني لها كتير فونكشن أهمها أنه ليرين فورميشن فلويد ولكتروليت بلانس وأخذناه واخذناه بإضافة لأن الكدني كأورغان بيشتغل كجلاند فبعمل سيكريشن لهيرمونز زي الرينين ويثروبيتون 1.25 دي هيدروكسي فيتامين دي 3 هو بعمل اكتيفاشن فيتامين دي 3 وبروستاكلامدنز أول شي نشوف كيف تركيبة الكدني الكدني فعليا تتألف من حوالي مليون نفرون كل نفرون هو عبارة عن من خمس أجزاء أول واحدة اللي هي الكلوميروس وبعدين البروكسيمال تيبيول لوبوب هنلي ديستال تيبيول والكوليكتينغ داكت وفي عندي بالستركتر تبع الكدني في عندي الجزء الخارجي بيكون اللي هي موجود في البروكسيمال تيبيول والدستال تيبيول اللي هي كونفيات التيبيول والجوميروس بيكون عندي منطقة الكورتكس اللي هي القشرة واللوب بيكون المدلة بيكون في الكلكتينغ داكت واللوب أوف هنلي وطبعا بيكون عندي الكونسنتريشن أو الأزموليتي بتزيد كل ما انتقلنا من الكورتكس باتجاه المدلة هلأ أول شي مبلش فيهم جزء جزء الخمس أجزاء اللي حكينا عنهم أول شي اللي هي الكلوميروس وهاي عبارة بيكون في عندي كابلري تافت يعني زي شبكة بيكون اللي داخل اللي هو عبارة عن أفيرانت أرتريول وطالع إفيرانت أرتريول فهو فعليا هاي الشبكة جايد بين تو أرتريول والضغط الدم في هدولة الأرتريد معروف إنه بيكون أعلى من الفين وهذا الحكي بيساعدها عشان إيش تعمل فلتريشن لنحنا ما نعمل فلتريشن ويكون فيها إنه ضغط بيكون فلتريشن أحسن وبحيط في هاي التفت شو اسمه رينال تيبيول اسمه بومنز كابسول تمام اللي هو هذا هلأ كل بيكون عندنا حكينا أفيرانت وإفيرانت وبس هلأ بعدين بعد هاي البومنز كابسول في عندي البروكسيمال كومبيوليتد تيبيول وهذا موجود عندي قلنا بالكورتكس وهو الميجر سايد فور ري أبزوربشن ل نيوتريان والسول والبوتر والسيكريشن كمان ما عادة ل البوتاسيوم كمام اللي بيكون السيكريشن تبعوين بالدستل البروكسيمال بالكورتكسيمال بالدسترون هذا حكي حكينا قبل هيك اللوب فيه بيكون عنا U shape loop that dips into renal medulla وفي عندي بيصير هون اشي اسمه اللي هو multiplayer mechanism وهي basic function ل الكدنين ها تشغلي هاي multiplayer mechanism عشان تعمل concentration لل uran زي ما هنشوف لأ قدام كيف هاي مبنية الملتي player mechanism مبنية على الفروقات بين الpermeability لل descending lamp و loop او descending lamp او loop او ascending lamp او loop هلا ال descending اللي نازل بيكون permeable to water but not to salts بس اللي يطالع permeable to salts but not to water تمام وطبعا بيكون عندي كل ما نزلنا لتحت كل ما كان more concentrated فهذا bottom of u بيكون most concentrated تمام هلا بعد هيك بيجي عندي distal tubule هلا هون لما يوصل عندي filtrate للdistal tubule تقريبا الcomposition لليورم بيكون 90% جهز يعني بس بدي عمل شوية adjustments بالdistal tubule وبالcollecting duct وبكون معاد بالعاد هاي التعديلات hormone controlled يعني الهرمونز هي اللي بتأثر لي على التعديلات هاي اللي بتصير الهم مين هم الهرمونز مين هم خليكم ساكتين anti-dietic hormone والألدوستيلون هلا الcollecting duct حكينا الدستال tubule هلا الدستال tubule لأكتر من من نيفرون بيعملوا draining وبهي الcollecting duct تمام وهون بيصير في عنا reabsorption للووتر بالanti-dietic hormone والسوليوت بالألدوستيلون هلا هكيتهم هلا الكدني مسؤولة عن انها تعمل homeostasis سواء للأكترولايت أو للأسد base balance بس يعني ممكن انها تعدلي volume of blood أو pressure والالكترولايت كيف لو كان في عندي low blood volume عندي hypo volume أو low blood pressure ساعتها هتتحسس الكدني هذا الحكي وتفرز لي الرنن اللي هيعمل activation للأنجوتنسن والأنجوتنسن هيروح ويشتغلي على البلد يعمل فازو كونسركشن فتزيد البلد بشر بالإضافة لأنه بروح بأسر لي على adrenal cortex اللي موجودة على يعني أعلى الكدني وديروا بالكم يعني ما بيأسر على الكدني بأسر على adrenal cortex بفرز للألدوستيرون اللي هيأسر على الكدني ويعمل لي sodium reabsorption وبالتالي بيزيد الconcentration of sodium بتزيد الأosmolarity بيزيد الwater reabsorption وبعدل الwater اللي وهذا الحكي حيتحسس الhypothalamus يعطيني إحساس بالعطش إذا رحت وشربت ماء وفي نفس الوقت يعني إذا قدرت أروح أشرب ماء قصدي والhypothalamus في نفس الوقت بعطي إشارة البوستير حتى تفرز الantidiretic هرمون اللي هيأسر لي يعمل الwater reabsorption فيزيد ال volume of blood ويعمل dilution ويقلل للأوزمولانتي تمام كل هذا أخذنا يعني يعني بصراحة اليورين كتير يعني عم بيراجع للإليبتولايت والأسيد بيز أي سؤال لهون يا جماعة هلا بالنسبة إذن الكدنز في عندي البومنز كابسول وبروكسيمال confiliated tubules والdistal confiliated tubules بيكونوا في منطقة الكورتكس بالمدلة بيكون في عندي اللوب وبيكون عندنا الcollecting duct والconcentration أو الأوزمتك بيزيد من الكورتكس للمدلة يعني كل ما نزل تحت كل ما كان مور يعني concentrated هلا بالبومنز كابسول بيصير في عندنا filtration لكل الأشياء وبيصير عندنا بالproximal tubules ري أبسوربشن لمعظم الآيونز وسيكريشن لالويست باللوب وفي هنلي الدسندين بيكون بعمل ري أبسوربشن للووتر والأسندين ري أبسوربشن للسوديوم كلورايد بالدستال تيبيول والكوليكتين داكتين نعمل الفاين أدجسمنت على الـ الـ والإلكترولايد والسوديوم والبوتاسيوم وفي هون شايفين البالاثيرويد هرمون كمان بيعمل ري أبسوربشن ل الكالسيوم تمام يعني في عندي أكتر من هرمون بيأسروا عندي على الدسال تيبيول وعلى الكوليكتين من الفونكشنز تابعون الكيدني اللي هي formation of يورين تمام فبنحكي عن الـ يورين فورميشن طبعا حيتم بي يعني أكتر من شغلة أوشي بصير عنا glomerular filtration secretion absorbent solutes بعدين لازم يكون في عنا concentration of urine otherwise حقصر كتير فوليوم وطبعا المسؤول هذا الحكي هو counter multiplier mechanism اللي هي basic function عشان تعمل concentration ل اليورين فنبلش أول شي ناخد أول شي اللي هو glomerular filtration في عنا عدة عوامل بتعمل facilitation ل filtration اللي هو unusually high pressure glomerular capillaries اللي حكيت لكم انها between two arterioles فبعنا high blood pressure بتساعدني على filtration كمان انه نفسها هاي التفت الباسمنت تبعها بس بيكون عبارة عن semi permeable glomerular basement membrane بيكون بس mono layer بسهولة بسهولة ممكن يعبر الاشياء بيناتهم فالmolecular size بيكون هدول الفتحات اللي بين الخلايا بيكون حوالي 66 كيلو دالتون اللي هو نفس size of albumin ف66 وفوق ما حيعبر أقل من 60 بيعبر بصر لفلكتراشن الاشياء اللي بصرها filtration water electrodes dissolved solutes بللي glukoso amino acids ولهو molecular weight protein urea وكتياتين they pass freely through basement membrane وبدخلوا اللي proximal ساعتها confiliated tubule تمام هلا بالproximal أو قبل من حكا عن proximal confiliated tubule الrate اللي في volume of blood بيصر filtration per minute بسمي glumular filtration rate وبالكدني اللي ما في ها مراض يعني طبيعيا بيكون عندي glumular filtration rate around 125 ml per minute تمام طبعا negatively charged molecules pass freely يعني positively charged عشان charges تبعونا الموجودة بالglumular بالglumulus هلا بعد ما يطلع ميلي glumulus بيروحوا للproximal convilated tubules وهون بصير في عندي secretion وreabsorption لكثير من السوليوت تمام ف يعني معظم المهمة للجسم بتحاول الجسم يرجحهم فعندي السوديوم والكلورايد حوالي يعني حوالي 75% من الووتر 60% ل 75% من السوديوم والكلورايد 100% من اللي الكروز هون بحط عليها خطين نخليها شوية ومعظم الأمنو أسد والفيتامين والبروتين وبعض يعني شوية من اليوريا واليوريك أسد والآيون بصيرهم reabsorption بالنسبة اليوريك أسد هو waste product 98% من اليوريك أسد بصير له active reabsorption يعني الخلية بتدفع طاقة عشان تعمله reabsorption بس بنفس الوقت تعمله secretion بآخر جزء يعني هي بتبلش بأول جزء من البروكسيمال tubule تعمله reabsorption بس تعمله وترجع secretion بآخر جزء بالبروكسيمال tubule والسبب أنه هنا يعني بتكون عم بتدخل كتير molecules بالطاقة ومن بينها هو هيفوت بس بعد هيك بتعمله secretion يعني specifically أنه عشان هو waste product تمام هسا حكيت لكم الجلوكوز أنه بصير له امتصاص 100% هلأ بصير له امتصاص هلأ يلاحظوا الشخص الطبيعي فعليا ما بيطلع جلوكوز باليورين تابعه بس الناس اللي بيكون في عندهم مثلا سكري عندهم كتير جلوكوز بيطلع عندنا الجلوكوز باليورين والسبب انه في عندي اشي اسمه renal threshold ليش threshold يعني ايش زي ما تقول انه هذه الجلوكوز يعني عاملة زي مصفاي او filtrate يعني زي مصفاي مثلا لها capacity معينة بعد هيك بتصير في عندنا saturation مجرد ما صار saturation في تشبع عندي لكل الخزوء اللي موجود به هاي المصفاية خلاص مش هقدر يتصفح هيطلع عندي ضله بالfiltrate فبيطلع عندي بالurine هذا منسميه renal threshold تمام هلا طبعا كل اشي انا بعمله reabsorption او secretion انا بصرف عليه طاقة باستثناء الووتر والكلورايد لانو الووتر مع السوديوم والكلورايد مرت يعني فدايما بتروح ببلاش طيب هلا حكيت لكم هادي بالي proximal tubules secrete products of kidney tubular cell metabolism فهمين شو يعني هاي الجملة ها الكدني tubular cells نفسهم اللي موجودة عندي في الكدني هم cells يعني الكدني organ بالآخر فالهم metabolism اللي بتطلع زي for example H plus من النواتج اللي بتطلع بتروح بيصر لها كمان secretion بالproximal tubule هلا في بعض الwest products بيضلوا اللي موجودة عندي بالfiltrate بصرهم active they are actively executed زي الامونيا والكراتين يعني في بعض بعض اشياء من west products بتضلها موجودة بالfiltrate يا اما انا بعمل active excretion بس بالنهاية بدي يصفي عندي leuren موجودة في كل الwest products اللي موجود سوأ كانت ضلت أصلا ما عملت لها reabsorption أو عملت لها active excretion هلا الغلوكوز طبعا والأمينو assets بيصرهم reabsorption بعملية active process بس هذا اللي بذكرينه sodium glucose symport المفروض أخذتوه بالبيو chemistry انه انا بسبب فرق الconcentration تبع السوديوم بدخل السوديوم وبستغل لدخول السوديوم بانه ايش يفوت معه لغلوكوز تمام طيب loop of handley بعمل reabsorption للووتر والسولت زي ما حكيت لكم حسب descending والascending descending reabsorption للووتر والascending reabsorption للسولت باستخدام هاي counter current ميكانيزم انه كل واحدة فيهم عكس التانية يعني واحدة نازل واحدة طالعة واحدة بتطلع الووتر واحدة بتطلع السوديوم كلورات هكي ندست الconvirted tubules والcollecting ducts بعمل reabsorption للووتر والسوديوم على حسب وجود الهرمونات سواء انتداريك هرمون او الدو ستيرون تمام كمان من الاشياء اللي بتعملها الكادني اللي هي regulation للblood PH بينها تعمل secretion للH plus لما يكون الblood acidic ما يكون عندي حالة acidosis لما يكون عندي alkalosis ما بتعمل reabsorption للبيكاربونيت عشان تتخلص منه اي سؤال لهون طيب هسا الconcentration of urine هلا حكيت لكم انه من functions تبعت الكادني انها بتعمل concentration لليورين هلا حكيت لكم لما يوصل عندي مرحلة distal computed tubule او collecting اذا بيكون عندي يعني بالdistal tubule يعني 90% من filtrate خلص صار composition تبع urine جاهز يعني عامل زي زي لما اروح اشتري كاكة جاهزة مش انا اللي اسويها بالبيت اشتريها جاهزة بس انا اجي اروح احط عليها شمع احط عليها happy birthday واسم الشخص اللي مسلا عملت له بير طبام فيعني انا عملت بس تغييرات طفيفة بس انا مش انا اللي اللي انا عملت الكاكة في هيك بالdistal converted tubules لما يوصل عندي بيحكون هلا انا قلت لكم بيكون عندي الامتصاص يعني خلص بنهاية 95% من الصوديوم مع الكلورايد عملت ري ابزوربشن 90% من الووتر صر له ري ابزوربشن تمام ام طبعا كيف الانتدار التوبول يعمل هاي الفاين اجسمنت لازم يكون في عندي under the control of هورمون اللي هم الاده والالدوستيروم تمام طبعا الاده الانتدار هورمون بعمل الووتر ري ابزوربشن هم هدول الاده بكونوا ام برميابل اصلا للووتر بس لما يأثر عليهم الانتدار تكورمون بيخليهم برميابل للووتر فبعمل ري ابزوربشن نفس الشي بالنسبة يعني بالنسبة للالدوستيرون اذا موجود انا بعمل ري ابزوربشن للسولديوم في مقابل ما اني انا شو بدي اعمل اطلع ايش اتش بلاس او بوتاسيوم عشان الالكترو كيميكال جريديون هلأ ام اوكي هسا لما انا اعمل امتصاص للووتر بالانتدار تكورمون انا خليت هيكل فلتريت اقل في ووتر فصار عندي بور كونسنتريت اليورين وعمل ديليوشن لميين ل البلازمة اوزموليتي قللت البلازمة اوزموليتي هلأ ام هلأ اذا انا اعملت مش انا اقولت لكم بدي اعمل ري ابزوربشن للسولديوم في مقابل الاتش بلس او البوتاسيوم فانا اذا طلعت الاتش بلس لازم استخدم بفر فبصير في عنا سيكريشن لالامونيا في الدستال تيبيوز عشان تعدلي يعني تعملي بوفرينج لهذا الاتش بلس تمام في عندي شغلة اللي هي في اشي يوريا وينها هيا ديفيجون في يوريا من الا اشيء او التباه الاتش اذا انتبهتوا الكلورايد طبعاً حيزيد الأوزمولايد في هاي المنطقة لأنه بصر له الديفيوجين للديسيندينج لامب فالووتر بما أنه التركيز بره أعلى فبيطلع بالديفيوجين هسا اللي مسؤول عن زيادة الأوزمولايد هنا هو الصوديوم كلورايد وإشي تاني اللي هو مين اليوريا اليوريا بصر لها دفيوجين من الكوليكتينج داكت للإنتر ستيشنم اللي هي لهاي المنطقة وحوالين اللوبو في هنلي فزيادة الأوزمولايدة هنا بتسهل الريابزوربشن طبعاً الووتر تمام؟ هاي هي الكونتر current multiplier mechanism أي سؤال لهون يا جماعة؟ هلا بالنسبة الendocrine function of kidney هلا في عندي قلتلكم من هالكدني بتشتغل كالقلانت فإلهاي endocrine function من بينهم secretion of hormones elimination of non-protein nitrogen compounds water electrolyte and acid-based homeostasis هلا من الهرمونز اللي تفرز من الكدني الرينين اللي يفرز من الجاكستا glomular cells بالرين المدلة ك result من reduced كدني perfusion الerythrobyton اللي يكون عندي بتحسس الأكسجن فهو كأكسجن سنسر بيكون في عندي cells near proximal tubule هذول بتحسسوا الأكسجن levels فبيفرز الerythrobyton بروح على الأوبوم مرة عشان يكون لي الerythrocytes هلا في عندي كمان اللي هو الكالسيترول هذول بيصير اكتيفاشن الفيتامين D3 في الكدني وفي عندي بروستا glándins بيزيد رين البلد flow water and sodium excretion و الرنين release إذن هلا الكدني كأورغن كأ endocrine كأ glánd بتفرز الerythrobyton بروح البوم مرة بيكون الerythrocytes بعمل activation 125 الerythrocytes ولي بروح على القط بعمل reabsorption للكالسيوم بتفرز الerynine اللي حيفعلي angiotensin اللي حيروح على الادرين الكورتكس ويفرز الerythrocytes اللي حيأثر على الكدني وعمل reabsorption للصوديوم الparathyroid بتفرز الparathyroid هرومون وشو بيعمل الparathyroid هرومون حكيت لكم ياها قبل شوية the absorption of calcium I think in her home مكتوب هي والبوست بتويت تفرز الارجنين vasopressin ايش هو الارجنين vasopressin يا أحمد الشرائع نعم دكتور ايش هو الارجنين vasopressin والله ما عنده المفاعل يا سلام يا بشو ما تتقبل ززفية ما شرحته أبدا أنا أنا ما شرحته أبدا يلا يا سلام سلام دكتور اه دكتور دكتور غاب عرف ميس اه دكتور اه ايش شو الارجنين vasopressin نعم نعم الله عليك موس اه طيب آخر اشي يحيا بل كنعرف يحيا ولا حدا يحيا غايب يحيا ولا حاضر يحيا دكتور اجاوب ما بعرف دكتور دكتور اجاوب لا ما بدي تجاوب طيب شكرا لك جاوب يلا هو anti-diority anti-diority هرمون أبس نحطيك علامة أنا أكيد يمكن لقيت وقتنا تعمل googling علي لا لا اه في يا جماعة اجيلين vasopressin موتنا ونحن نحكي من البوستر بتويتر اجلان بطلع عندنا ال-ADH anti-diority هرمون صح نشرا في الامتحام دكتور لكم كلمة anti-diority هرمون دكتور بلكم and arginine as vasopressin dash وتجاوب ولا ما بتجاوب حاولوا لقوة إلا بالله يخسار التعبي عن جد يخسار التعبي أي سؤال لهون علاء ال الفونكشن الثاني لا الكيدني هو الالمination of non-protein nitrogen compounds يعني فكرة بس أنا سبقت في المحاضرة هيا الله كويس هلأ ال-non-protein nitrogen compounds هم عبارة عن إيش عبارة عن waste products بالجسم بسبب degradative metabolism ل amino acids وال proteins فهما بيطلعوا بالآخر فهما بالآخر هما مش proteins هما metabolites أو يعني ويست من nucleic acids بس بيحتوى على nitrogen وطبعا ال-three principal compounds اللي هم تابعين لل-non-protein nitrogen compounds هما اليوريا والكرياتينين واليوريك acid نشوف شو ميزت كل واحدة فيهم أول شي اليوريا هاي تقريبا بتشكل الماجرتي من non-protein nitrogen compounds حوالي أكثر من 75% عبارة عن يوريا اليوريا synthesis وين بتتم اليوريا cycle وتصنيع اليوريا بالليوريا وأخدتوها بالبيوكمستر وما تقولوا لي ما أخدتوها من الأمونيا والليور هو الوحيد اللي بيحتوي على اليوريا cycle وبيقدر إنه يحول الأمونيا ليوريا الكيدني هو the only significant root of excretion ما كان تصنيعها ال lever ما كان هو الكيدني الملك اللي رويت لليوريا حوالي 60 وإحنا قلنا أي إشي تحت 66 بصير له filtration بصير له لفلتريشن بالكلام بالcollecting دقت تمام 40% لل60% من اليوريا بصير لها reabsorption زي ما حكيت لكم قبل شوية إنه هنا بصير عنها reabsorption للجوية عشان تساهم في زيادة الأوزموليتي في منطقة المدلة تمام ف reabsorption contributes to high osmolality of مدلة وبتساعد في عملية the urinary concentration تمام أي سؤال لهون طيب تاني compound هو الكرياتين كرياتينين وهذا بالعادة في عندي بالمصز في عندي compound اسمه كرياتين phosphate تمام هذا high energy compound بساهم في تصنيع ATP بتفاعل مع ADP ب إنزيم الكرياتين kinase باطيني ATP وكرياتين تمام هلا الكرياتين مع ATP non enzymatically بيروح بيصر له catharsis ل كرياتين حوالي 20% من المصل كرياتين بيصير له يعني تحويل ل كرياتين 20% يوميا فهذا الكرياتين يعتبر waste product تمام هلا هذا الكرياتين ميز إنه بيصر له filtration bioglomerase but not reabsorbed by tubules تمام ما بيصر له reabsorption بتubules وفلترشن اليوري شو حكينا حكينا بيصر له filtration تمام بس بالcollecting duct 46% بيصر له reabsorption تمام هلا اليوري أسد هو البرامري ويست product لالبيورين متابولزم والمفروض إنكم أخدتوا البيورين والبيورين متابولزم بالبيوكمستري فالأدينين والقوانين لما يصير لهم متابولزم بيعتوني يوريك أسد والمفروض أخدتوا هلا it's readily filtered by glomerulus but undergoes complex cycle of reabsorption and secretion as it crosses through the rethrone يعني هو بيصر له filtration بس بعدين بيصر له عمل شوية reabsorption وشوية secretion شوية reabsorption وشوية secretion تمام تمام رغد رغد زبون عندكم بشعبتكم بأي شعبة هاي البنت مشكلة إنهم ببعتولي عن مشاكلهم بيحكوا ليش أنا بدرس أربع مواد يا جماعة أنا عندي خمس شعب وعندي أربع مواد أنا بعرفش اللي ببعتلي هذا بأي شعبة بأي محاضرة يعني بتبعتلي إنه أنا عينت الكوز يوم الثبت وهي ما هقدمت الكوز لأنه عندهم امتحان توجيهي كان يا جماعة أنا استشرتكم في وقت الكوز أنا ما عندي من أعمله يوم خميس ما بتفرق معي أي يوم أنا ما بتفرق معي فيعني دائما لما يكون زي هيك أنا بستشيركم في الوقت بليز يعني إذا عندكم مشاكل حكولي أنا ما بتفرق معي يعني كل آياتها بس أغير الرقم أنا بالنسبة لي ما بتفرق معي أي يوم طيب هلأ اليوريك أسد موجود كأيونايز and مور سولابل فورم على شكل سوديوم يوريت وعلى اليوريناي البيئتش لما تكون أكتر من 5.75 فلما البيئتش بيصير في عندي إيش بيكون أنيونايز وبيصير ترسب لليوريك أسد تمام فممكن يعني من مثلا يعني تكوين ستونز إذا كان يوريك أسد زيادة في عندي للناس اللي بيكون عندهم مشاكل وعندهم يوريسيميا فممكن إنه يتكون عندهم ستونز لما يكون البيئتش أقل من 5.7 أو 5.5 في فعليا طبام أي سؤال يا جماعة فهمتوا الفرق بين اليوريا والكرياتينين واليوريك أسد طيب هلا الآخر شي يعني من نحكي عنه أو خلينا هون نحكي هذول السلايدين Water Balance في حدا ببعث لي إشي قاعد ولا بس chance أو كي الكدني بتعمل contribution للWater Balance لأنه طبعا واللي بعمل regulation للWater هو الأنتي دايرتك هرمون فالأنتي دايرتك هرمون بيزيد الpermeability للدست الكمبيوتر والتوبول واللكل لكتين داكت إذا بتذكروا فبيزيد للWater Reabsorption فبيطلع لي مور كونسنتريت يورين لما يكون موجود الأنتي دايرتك هرمون بالعادة كمان عندي اللي بتزيد اللي الWater هي الثرست اللي triggered by the same stimuli that triggered anti-deritic هرمون صح؟ نفس الستميولاي اللي حسسني بالعطاش هو نفسه الإشارة بيعطيها الhypoteramas نفسه اللي بعطي إشارة للعنتي دايرتك هرمون حتى يفرس في حالة الديهايدريشن الريال تيبيول reabsorb water at their maximal rate وبيكون في عنا resulting in production of small amount of maximum concentrated يورين فبطلع اليورين بيكون كمية قليلة بس highly concentrated ممكن توصل للأوزمو يتبعته لـ 1200 ملي أوزمو بس لما يكون في عندي زيادة بالووتر ساعتها بطلع من اليورين بيكون diluted وفوليوم كبير وممكن توصل الأوزمو لأقل من 50 ملي أوزمو per liter هلأ احنا بمادتنا biochemistry بدأ نعمل biochemical investigation للrenal function هلأ احنا حكينا انه function تبعه التوع الكدني في عندي filtration وفي عندي اللي هي reabsorption excretion أو secretion لل urine ف renal disease بالعادة بتكون selective يا بتعمل damage لل glomerus يعني أنا عندي مشكلة بال filtration يا أما بال tubules فأنا عندي مشكلة بال secretion وال reabsorption لل compounds تمام بس يعني بالعادة يعني ممكن ألاقي إشي بال glomerus التubules ما فيهم إشي بس نادرا ما يكون المشكلة في tubules وال glomerus ما في إشي بعدها لما يكون عندي damage بال tubules بيكون عندي كمان damage بال glomerus تمام هلا بال acute or chronic renal failure there is effectively loss of function of whole nephrons هاي شغلة كتير مهمة بحالة acute دائما لما يجي يقولك عنده فشل كلا ويجي يقولك بنسبة 10% بنسبة 30% فعليا هو يكون بيحكي عن nephrons أنا بيكون damage بال nephron كامل ما بيكون بس glomerus ما بيكون بال tubules يكون الثاني اللي هو l-acute chronic renal failure طيب فالتست اللي أنا ممكن إذا أعملها يا بدي أعمل تست عشان glomerular filtration اللي هي glomerular filtration rate اللي أنا أحسب قداش عندي عشان أتأكد إنه glomerular ريس عم بيعمل filtration مزبوط تمام فهذا glomerular filtration rate أو integrity of glomer filtration barrier إنه أنا أشوف يعني إذا كان فيه جروح هدولة نعمل عليهم investigation عشان نعمل management renal disease تمام ف renal function tests بالعادة they focus on glomerous clearance as assessed by creatinine and urea measurements يعني أنا عشان نقيس glomerular filtration rate أنا فعليا كيف إذا بقيس ال clearance اللي هو قداش عندي concentration أو volume of compound يعني مش ال volume قداش عندي كمية compound عم بطلع عندي permanent من الكرياتينين أو اليوريا تمام طبعا اليوريا هلأ رح نحكي عنها زمان كانوا استخدموها وبطلوا هلأ هذا بالنسبة لل glomerous طب بالنسبة لل tubules ممكن إني أنا أعمل assessment ل function ب protein measurement أنا بتأكد ساعتها من protein measurement إنه هل بصير reabsorption أو secretion ل proteins معينة زي for example urine electrophoresis طبعا دايما لمنحي كلمة electrophoresis دايما هي عملية فصل proteins باستخدام تريار الكهربائي تمام فعشان هيك أنا بعمل protein measurement وبحدد tubular function بهاي urine electrophoresis كمان شغلة ثانية ممكن إني أنا أعمل analysis لل urine لل أناليات إني أنا إيس pH إيس glucose إيس ketones إيس bilirobin بس هدول الأشياء بالعادة لأن معنا إيس pH شو دخلوا هذا بالكدم هذا بإيس اللي إذا كان في عندي مثلا حالة مثلا ketoacidosis صح اللي بإيش بهمني إذا كان عندي حال davids militis صح الكيتون بتلني إذا كان عندي حالة ketoacidosis البilirobin بيبين إذا كان في عندي حالة hemolysis أو liver disease يعني هدول صفوا الأشياء اللي صحيح موجودة باليورين بس هم مهمين عشان أعمل screening ل non-renal diseases يعني مش عشان أنا أعرف إذا في عندي مشكلة بالكدني لأ إذا عندي مش مشاكل في organs ثانية تمام أي سؤال يا جماعة من الأشياء اللي بعملها assessment عشان يعني بعملها فحوصات عشان أفهم الكدني function اللي هي measurement glomerate filtration rate real tupial function test هذا اللي حنحكي عنهم إن شاء الله المرة الجاية تمام في أي سؤال عم حاضرة اليوم يا جماعة طيب هسا بالنسبة للأسئلة حدا فيكم شاف هذول الأسئلة وحلهم مين بقدر يحللي سؤال منهم يقول لي كيف منحلهم قادي يعني مثلا سؤال هذا اللي بكتو عليه تسعة كيف طلعنا إنه هو partially compensated metabolic alcalo تعرفوا أحللكم ولا ما أغلبش حالي you are not interested if you are not interested يعني خاص يعني طيب خليني أحللكم مثلا أي واحد مثلا أحللكم سؤال رقم يلا هذا سؤال رقم تسعة هلأ هذا البي اتش تبعتي النور من الرينج آميس دكتور أنا بعرف طريقة الحل يعني فيني أحلو بس ما أحفظت النسب إنه كل سبستانس مش ترفيزها البي اتش النور من الرينج 7.3 آميس حظيتو البي اتش هذا يبين عندي إنه في ارتفاع بالبي اتش فعالأغلب إنه رح يكون عندي الكالوسيز الكالوسيز بدي أشوف بنسب عشان أعرف إنه ميتابوليك ولا رسبيراتوري دائما قلنا بنحفظ من إنه 7.35 إلى 7.45 فهو 35 إلى 45 صح؟ آمي تمام فمعناها البي سي أوتوين هون زايد تمام هل يفسر الالكالوسيز لا ما بيفسر لي طب البي كاربونات عندي 40 هو المفروض يكون بين 22 إلى 26 صح؟ آم معناها في عندي ارتفاع باي كاربونات يس فأنا عندي إياها إذن متابوليك وكالوسيز متابوليك بس هون عم يعطي رد تفاعل السي أوتو ف يرتفع نسبته عشان ينزللي البي كاربونات فعندي كومبنسيشن طيب كيف عرفت أنه بارشيال ولا كومبي بارشيال لأنه لسه البي اتش ما رجع للتركيز الطبيعي ممتاز هو لسه في زي ما شاء الله عليك يعني إن شاء الله بتجاوبي كل الأسئلة اللي موجودة على الاسببيز إن شاء الله يعني ما شاء الله عليك آم محاضرت 11 12 12 نيس فهمتوا يا جماعة نيس 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 كيف عرفت الحل حضرت الفيديوهات دكتور أنا هذا الشاب ترى الوحيد اللي ركزت فيه مزبوط يعني بالمحاضرات ما رجعت لهم بس المحاضرة الماضية شاركت فيه وحفظ طريقة الحلم بالمرة الماضية خلاص تمام ممتاز ممتاز الحمد الله يعني حسستيني إنه تعبي ما رح يخسار آيا آيا دكتور هلأ كنت استئفة السؤال إذا البي اتش كان حلي السؤال الأول هيا هيا السؤال الأول هذا حلي يلا حلي آيا يلا نحلو أنا وياك طيب الأولى البي اتش هو نورمان لينج بس من العالي يعني يس فهو على الأغلب الكالوسيس يس الكالوسيس صح مظبوط فحطينا الكالوسيس طيب هستنا نشوف إنه متابوليك ولا بتفرج على هدول التنين هون هو لا أعلى من فما بترجم لي إياها فمين اللي بترجم لي إياها اللي هي الـ HCO3 يس البي كالبونيت إلها برضو إذا كان عالي الـ HCO3 فهو ريسباراتوري أتقلط لا بس هون إحنا البي كالبونيت عالي بس كيف ريسباراتوري باي كالبونيت لما يرتفع متابوليك ولا ريسباراتوري مين المسؤول عن الغاز اللونكس الـ CO2 باي كالبونيت مين مسؤول عنها متابوليزم فهي مين اللي ترجمت لي باي كالبونيت ولا بي سي أوتو ترجمت لي البي اتج البي كالبونيت فهو متابوليك ولا ريسباراتوري نحكي عن البي كالبونيت عالية نحكي عنه متابوليك الخلوسي نعم متابوليك الكالولوسيس فهي ترجمنا متابوليك الكالولوسيس بعدين ما أعمل؟ أتفرج على PCO2 هل هو بيكون يعني هنا بنفس الاتجاه تبع البيكربونيات إذا 2 طالعين معناها أنا عندي كومبنسيتد إذا هاي واطية أو بيكون بيكون يعني هنا أنا بحكي أنه إيش انكمبنسيتد تمام فهلا هي كومبنسيتد طب دعشوف هل هي كومبليت ولا بارشي كومبنسيتد بتفرج وين على البياتش البياتش إذا كانت معناها أنا عندي كومبليت كومبنسيتد إذا مش فأنا بحكي أنها بارشي كومبنسيتد تمام طبعا أنا أدعطيكم سؤال إذا كان عندي البياتش تساوي 7.33 إزاي السؤال الأخير يعني تمام عندي البي سي أو 2 عندي إياها 55 بس عندي البي كاربونات عندي إياها 20 إيش هاي الكيس مين يحلل إياها يلا يا رنيم يلا يا رنيم رنيم سعيد سعيد يلا جا ربي حلي آية هلا البي أتش أكتبيهم على عندك إذا عندك الأولى البي أتش بي أتش بي أتش 7.33 بي أتش بي أتش بي أتش البي كاربونات 20 شو عندي هون البي أتش فهو أسيدوس يس أسيدوس برافا إيش من 35 إلى 45 فهو مرتفع يعني عندي يعني مرتفع فهو هيكون ريسباراتوري أسيدوس طيب والبي كاربونات البي كاربونات 20 يعني هيكون هو من 22 إلى 26 فهو منخفض يعني عندي عندي متابولة أو ريسباراتوري أسيدوس طيب ما هو برضه البي كاربونات نازل يعني ممكن يكون متابولة أسيدوس هذا حكي موجود عندكم بالسلايدات بالشارت إذا تذكرين لما تلكم تدرسوها أنا عندي هون حالة ميكست لأن هم التنين مش بنفس الاتجاه لاحظتوا أنا ما عندي كومبنسيشن أنا عندي إياهم التنين يعني البي كاربونات يعني يعني بترجم الأسيدوس والبي سي أو بترجم للأسيدوس تمام فعندي إياها إيش ميكست عندي ريسبايراتوري وميتابوليك أسيدوس يعني واحد مريض سكري وعنده أزمة أو صل مع مرض مرض في الجهاز الدنفسي صح؟ مش ممكن تصير أوكي؟ شطورة يا آية لك أنا أعمل أي سؤال ثانية يا جماعة في عندكم هيك أنتو طيب أسئلة حابين تسألوني إياها إشي على الامتحان قبل ما يعني فرصة بالنسبة لكم طبعا داخل ما تردوا يا محمد أنا ما حكيتش ولا متذكر أني حكيت في أي حال من الأحوال أنه أسيد بيس بلانس مش داخل كيف ما بدي أدخله آية محمد دكتور رح يكون في كاسز يعني آه يس رح يكون في كاسز ليه ما يكون في كاسز محمد 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 أنا زي هيك اللي أعطيت اللي أعطيت اللي أعطيت أم لا بدها وقت النون حل حسب يعني في أشياء ممكن أعطيك الرقم ممكن إشي أحكي لك مثلا هذا صار معه حادث هذا معه سكري هذا معه استفراغ هذا معه إسهال هذا معه كذا وطلعت الرزالت تبعته كذا وكذا 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 شو عنده أخذنا هدى الأشياء صح صح فيعني يس اللي بيسأل فيه كاسز يس فيه كاسز فيه بدها وقت ما بدها وقت حسب فيه أشياء بدها وقت فيه أشياء ما بدهاش وقت طبعا أنت ودراستك بالآخر لأنه حتى الأشياء اللي بدها وقت إذا أنت دارس بتاخدش وقت وإذا أنت مش دارس الأشياء اللي ما بدها وقت بتاخد وقت أوكي في أي سؤال على المحاضرة يا جماعة أوكي أعطكم العافية دعوني أنزل الحضور والغياض